بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة سنة ثالثة متوسط مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات إذن يوم أجب لكم نموذج الفرض الثاني للفصل الثاني القادم إن شاء الله إذا كنتوا ديرتوا معلش في الإعادة إفاداء رح نشرح لكم ربما بعض منكم نزال عندهم مشاكل في الحسابات والكتابة العلمية وفي التمرينات الهندسية إذن نقتنم هذه الفرصة لكي نوضح بعض المفاهد إذن تمرين الأول يقول وحسب العبارة التالية أولا العبارة A وهي A تساوي ثماني على سبعة زائد خمسة على أربعة عشر في الكل في اثنين على ثلاثة ثم سؤال ثاني أكتب للكتابة العلمية لكل من الأعداد التالية العدد الأول العدد الثاني العدد الثالث ثم عندي تمرين ثاني يقول قطعة أرض شكلها مستطيل محيطها مقدار مقدرة بخمسمية وستين متر طولها ست مرات عرضها أوجد بعدي هذه القطعة ما معنى بعدي هذه القطعة يعني أوجد طول وعرض هذه القطعة ثم التمرين الثالث يقول في الهندسة A B C مثلت قائم في A حيث A B يساوي أربع سنتيمات و A C يساوي ثلاثة سنتيمات أوجد طول B C ثم A F منتصف C B أوجد طول A F أخيرا M نضيرة A بنسبة لF برهن أن A B M C مستطيل إذن إليكم الحل النموذجي نبدأ على بركة الله في التمرين الأول إذن التمرين الأول يقول حساب عبارة A إذن نبدأ وإذن نكتب عبارة A إذن قلت نبدأ في حساب عبارة A نلاحظ أن هنا الأولوية للأقوص لداخل الأقوص إذن أولاً رح نجمع الكسرين لداخل القوس ثم تأتي العملية الثانية هي عملية الضب لاحظوا معي إذن A تساوي إذن هنا نوحد المقامات إذن هنا المقام الموحد هو 14 إذن نضرب 7 في 2 نتحصل 14 ثمانية في 2 زائد 5 على 14 في 2 على 3 نتابع العملية إذن هنا وسط المدليه ثمانية في 2 دائماً نخلي الأقوص لغاية ما نتهي من العمليات إذن 16 قلت العام المقام المشترك هو 14 16 زائد 5 في 2 على 3 نتابع أعطائي ماذا تساوي إذن 16 زائد 5 21 على 14 في 2 على 3 إذن هنا وش عندي ضرب جداء كسرين نعلم أن جداء كسرين هو البسط في البسط يعني 21 في 2 على 14 المقام في المقام هنا قبل ما ندير العملية الحسابية ما رحش ندير العملية الحسابية فقط رح أبدأ بعملية إختزال نلاحظ أن 27 ممكن كتابته على شكل 7 في 3 في 2 ثم المقام 14 ممكن كتابته على شكل 7 في 2 في 3 إذن نبدأ في عملية إختزال نختزل 7 مع 7 7 ما سعب 7 3 إذن نتابع إذن حتولي لي تساوي قلت واحد إذن أخيرا آه ماذا تساوي تساوي الواحد ثم السؤال الثاني الكتاب العلمية إذن نبدأ الكتاب العلمية للعدد 750 ألف لحظوا معي الكتاب العلمية لازم يكون عدد واحد فقط وراء الفاصلة إذن مش رح ندير إذن فاصلة تاقي رح أنقلوها نحسب واحد زوج نين عفوا ثلاثة أربعة خمسة لازم نقلها لغاية 7.5 إذن لحظوا معي إذن باش نكتب الكتاب العلمية لازم يكون العدد العشري تاع الجزء الصحيح تاعه هو واحد فقط يعني واحد يجي مراهل فاصلة كم التقلنا من الفاصلة انتقلنا ب واحد نين ثلاثة أربعة خمسة لخمسة مراتب إذن رح نضرب أولا سبعة في خمسة سبعة فاصل خمسة ثم في عشرة وس نكتب زائد خمسة ملاحظة فقط كنت نتقلو من اليمين إلى اليسار دائما قوة هذه رح تكون موجبة إذن نتابع إذن قلت سبعمية وخمسين ألف إذن نحن ننقل الفاصلة إلى غاية سبعة لماذا لأن باش نكتب هذا العدد إلى كتابة علمية لازم يكون العدد هذا عشري وجزءه الصحيح لازي يكون عدد فقط واحد محصور بين واحد إلى تسعة هنا سبعة سبعة فاصل خمسة كم أنتقلت انتقلت بمرتبة واحد لاحظوا ما واحد نين ثلاثة أربعة خمسة إذن نحن نضرب في عشرة أس خمسة والأس هنا يكون موجب لماذا دائما إن يكون الانتقال من اليمين إلى اليسار القوة رح تكون زائد أما العكس رح يكون ناقص رح تظل الآن في المثال الثاني رح تشوف وحن أنتقل بالفاصلة إلى من اليسار إلى اليمين إذن رح أنتقل بالفاصلة واحد واحد نين ثلاثة نحبس عندها ثلاثة لأن حبيت نكتب العدد على شكل عدد عشري بالفاصلة ولكن يكون العدد الجزء هنا يكون الجزء الصحيح يكون واحد فقط عدد واحد فقط قبل الفاصلة إذن تولي لثنين فاصل خمسة في عشرة دائما الكل أس كم انتقلت انتقلت واحد اثنين ثلاثة إذن في عشرة أس ناقص ثلاثة إذن قلت لكم كنت انتقلوا من اليمين من اليسار إلى اليمين تكون الأس هذه كم ملاحظة فقط الأس سالبة العدد الثالث إذن لحظوا معي سنكتبه لكم إذن لكتابة هذا العدد كتابة علمية أولا نحن نبسط هذا العدد وش رح ندير إذن نعزل الأعداد مع بعض يعني سبعة نقسم سبعة على أربعة في إذن هنا نجمع الأس إذن توليلي عشرة أس أربعة زائد ثلاثة على عشرة أس اثنان ثم سبعة تقسيم أربعة وش يمدلي إذن يمدلي 1.75 إذن نكتب 1.75 في الآن عشرة أس أربعة زائد ثلاثة سبعة إذن في عشرة أس سبعة ناقص إذن هذه المقام رح نضيها فوق لأن عندي عشرة نطبق القانون عشرة أس أ تقسيم عشرة أس ب مش تساوي لي تساوي عشرة أس أ ناقص ب طبق لهذا القانون إذن تولي لي عشرة أس سبعة ناقص إثنان أخيرا عفوا العدد وش يساوي لي يساوي لي واحد فاصل خمسة وسبعين في عشرة أس سبعة ناقص ناقص خمسة وبهذا نكون قد كتبنا هذا العدد كتابة علمية أتمنى فقط أن يكون واضح للجمع ننتقل على بركة الله هنا التمرين الثاني متابع التمرين الثاني يقول قطعة أرض مستطيلة الشكل إذن محيطها يساوي خمسمية وستين متر وطولها يساوي ست مرات عرضها هنا رح نفرض أن نتابه معايا إذن رح نفرض أن العرض هو القيمة إكس يعني نسميه المجهول إكس إذن نفرض أن عرض المستطيل نتابه معايا يساوي إكس باش نديروه بدلالة الطول يساوي إكس المجهول إكس إذن كم يساوي الآن ونحن نسمي طول هذا القطعة المستطيلة شكل لطول ماجسكول للعرض المينسكول واللي هو إكس نفس الشيء إذن طول المستطيل كم يساوي اللي هو آل ماجسكول يساوي قلنا أن ستة في إكس يعني ست مرات إكس إذن والمحيط اللي نسميه مثلا بي إذن بي كم يساوي حسب القانون محيط المستطيل كم يساوي يساوي مرتين الطول زائد العرض إذن نطبق إذن اثنين الطول كم يساوي ستة إكس زائد إكس ويساوي كم يساوي من محيط شحال يساوي خمسمية وستين إذن نحن هذه المعادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول إكس إذن نكتب خمسمية وستين تساوي إثناني في ستة إكس زائد إكس سبعة إكس وسبعة إكس في ثنين أربعة عشر إكس أخيرا تحصلنا على معادلة من الشكل خمسمية وستين تساوي أربعة عشر إكس وبالتالي إكس ماذا يساوي رح يساوي للي خمسمية وستين تقسيم أربعة عشر أخيرا إكس ماذا يساوي كي نقسم خمسمية وستين على أربعة عشر رح يبقى لي أربعون بعد متر لأن المحيط وحدته هو المتر إذن إكس ما هو الإكس هو عرض المستطيل إذن وجدنا لأن طلب السؤال مننا وجد بعدي المستطيل بعدي المستطيل هو العرض والطول إذن بعدما وجدنا العرض عرض المستطيل يساوي قلت يساوي أربعون متر إذن الآن الطول كم يساوي إذن طول المستطيل طول المستطيل كم يساوي قلنا يساوي ستة في إكس ومنه ستة في أربعون إذن وش يمدلي إذن باستعمال ممكن استعمال الألحال الألحاسيب رح يمدلي ميتين أربعين متر إذن أخيرا طول المستطيل هو ميتين أربعين متر وعرضه أربعين متر وبهذا نكون عند نهاية التمرين الثالث ننتقل إلى التمرين الثالث يتابع التمرين الثالث يقول A B C مثلث قائم في A ثم عندي A C يساوي ثلاثة سنتيمتر و A B يساوي أربع سنتيمتر يقول أحسب الطول بي C هنا في هذا الحال نقول أن A B C مثلث قائم في A نستعمل نظرية في تاغورس التي تقول أن الوطر مربع لهو B C مربع يساوي مربع طولين الضلعين الآخرين لهما A C مربع زائد A B مربع يساوي و يساوي زائد 16 و يساوي 25 إذن منه B C ماذا يساوي لحظوا معي B C بي C ساوي الجذر التبعي لـ 25 و يساوي 5 أخيرا 5 ماذا سنتيمتر أخيرا نقى الطول B C ماذا يساوي يساوي 5 سنتيمتر وهو صحيح لماذا؟ لأن دائما الوطر يكون أكبر من الضلعين الآخرين هو أطول ضلع دائما الوطر هو أطول ضلع السؤال الثاني يقول وحسب الطول A F حيث F هي منتصف B C نقول الطول B C إذن نعين F هي منتصف B C على 2.5 هنا إذن F تاعي رح تقع النقطة هنا F إذن يقول أحسب الطول A F لهو هذا الطول إذن نلاحظ عن الطول A F نلاحظ أن لاحظوا معي أن A F هو المتوسط المتعلق بالضلع B C في المثلث القائب لدينا أن الطول الضلع المتوسط المتعلق بالوطر هو يساوي نصف الوطر إذن سيكون هذا الطول يساوي هذا الطول ويساوي هذا الطول قلنا أن منتصف B C يقع على 2.5 وبالتالي A F سيساوي لي B C على 2 ويساوي 5 على 2 ويساوي 2.5 سيساوة نضير نحن أكتب لكم كل هذا إذن نقول أن A F هو المتوسط المتعلق بالوطر إذن أتمنى فقط أن يكون فهم إذن قناة A F هو نصف ب C الذي يساوي 5 على 2 ويساوي 2.5 سنتيمتر إذن A F يساوي 2.5 سنتيمتر السؤال الأخير لاحظوا معي السؤال يقول الأخير M نضيرة A بالنسبة ل F إذن أولاً راح ننشئ النقطة M كيف أنشئ النقطة M؟ أولاً راح ندي الطول A F إذن M هي نضيرة A بالنسبة ل A F إذن راح تكون A F تساوي F M راح ندير قوس هكذا هكذا ثم أصل بين أولاً يعني نطول هذه القطعة المستقيمة A F إذن نضيرها يعني M راح تكون على نفس المنحة ل A F هكذا أحضوا معي هكذا والنقطة هذه تقاطع القوس مع المنحة هذا إذن راح يكون النقطة M إذن M بتاعي راح تكون هنا هذا فقط للإنشاء ما طلبوش الإنشاء ولكن فقط باش من الشكل هنستخرج أنه مستطيع إذن ثم وش راح ندير راح أصل بين M و B هكذا باش يخرج لي الرباعي A M هكذا 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 ثم أصل بين M و C هكذا 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 هي صورة A ثم ماذا تلاحظون تلاحظون أنه عندي زاوية A قائمة إذا كان عندكم متوازل تستعمل في البراهين كل ما يخص متوازل الأضلع هنا استعملت خاصية الأقطار المتناصفة إذا أدرت فيديو آخر على المستطيل كل ما يخص عن المستطيل كل هذه الأشياء هي مبادئ أولية و مبادئ يعني مليحة بزاف تتعلموها في البراهين يستعملها في البراهين إذا نولي البرهان التاعي إذا نقول لدينا إذا أن F هي منتصف أولا الحاجة الأولى أن F منتصف B C B C و B C نعلم أنه قطر ربعي ثم و F أيضا منتصف A M لماذا نكتب بين قوسين لأن M نضيرة النقطة A بالنسبة ل F هذا الشيء الأول إذا نلاحظ أن B C و A M قطرين إذا القطرين الربعي متناصفين إذن في الآخير وصلنا أن قلت أن B C و A M قطرين الربعي A B M C فإنهما متناصفين ليسا متقايسين قلت متناصفان متناصفين و متقايسين طبعا متناصفين و متقايسين لحظوا من الشكل قلت أن هذا يساوي هذا و يساوي هذا إذن نزيد على متناصفين متقيسين متناصفين ومتقيسين وهذه أيضا من خواص المستطيل إذن القطران متناصفين ممكن أن نستنتج أنهما متوازي الأضلع وأيضا متقيسين ممكن أن نستنتج أنهما مستطيل زائد زاوية واحدة قائمة إذن في الآخير أب أمسي مستطيل أتمنى فقط أن يكون الشرح وافي وكافي للجميع إذن بالتوفيق للجميع وأستودعكم الله الذي لا تضع ودعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته